بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الاكسل مع خالد شعبان ان شاء الله في حلقة النهاردة معنا دل لتين مهمين جدا من دول الاكسل هتلاقيهم على اصدار اوفيس تلتمية خمسة استين لو هي مش موجودة عندك اعمل تحديث Jurts 365 اللي عندك هتلاقيها موجودة ولو انت بستخدم اكسل لانلاين هتلاقي موجود الدل لتين الى معنا النهاردة من الدولة المهمين جدا وهم بيشتغلوا بنفس الطريقة بس دا لأ بطريقة اوفقية ودلة بطريقة رأسية. الدلتين وهم الدلتين دول وظيفتهم انهم بيجمعوا البيانات من اكتر من جدول. يعني لو انا عندي جدولين موجودين ومحتاج اجمعهم في جدول واحد بطرق مختلفة واقدر اعمل عليهم معالجات بطريقة مختلفة هقدر اعملها عن طريق الدلت وكمان لو انا عندي بيانات موجودة في اكتر من شيء ومحتاج اجمع البيانات دي هقدر اجمعهم عن طريق الدلت بطريقة سهلة جدا. يلا بينا نعرف ازاي نستخدم الدلت والدلت بطريقة سهلة واحترافية. يلا بينا. اول حاجة يلا بينا نعرف ازاي نستخدم عن طريق جمع جدولين موجودين مثلا في نفس الشيط وازاي نقدر نضيف العنوان للدوال وازاي نقدر نضيف العنوان للجدولين عنوان واحد موحد للجدولين. يلا بينا نعرف. اول حاجة هنكتب يساوي. هنكتب هنلاقي الدلت ظهرت معنا هندوس على تاب. هنلاقي متطلبات الدلت كل اللي الدلت بتطلبه ان انت تضيف الجداول. كل الجداول اللي انت محتاج تضيفها تقدر تضيفها وا 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 هنا بدون عنوان انا محتاج اضيف العنوان. عندي طريقتين للعنوان. هقولك الطريقتين وتشوف ايه المناسب ليك تقدر تضيفه. اول حاجة الطريقة الاولى ان انا اضيف العنوان مع اول جدول. وباقي الجداول مش هضيف لها العنوان. ليه? لان انا هفترض ان كل الجداول اللي عندي هي نفس البيانات او بنفس العنوان. يعني الموظف هنا هو الموظف هنا. والعنوان التاني المرتب وهكذا. فبمجرد ما ضيف العنوان في الجدول الاول يضاف معايا. هنبني الدلم الاول نكتب يساوي وندوس على كومة. وهنختار الجدول الاول بالعنوان بتاعه. وندوس على كومة. والجدول التاني هنختاره بدون العنوان. وندوس على انتر. هنلاحظ ان العنوان هنا متضاف ومش متضاف للجدول التاني. في حالة ان انا بنسخ جدول او بستخدم بيانات من اكتر من شيء. هنعرفها مع بعض اول حاجة ازاي نضيف البيانات من اكتر من شيط? الطريقة التانية لاضافة العنوان. هنحزف الدلها دلوقتي اللي احنا ضخناها وهنكتب يساوي وندوس على كومة. وفي حالة ان انا محتاج اضيف البيانات مسلا من اكتر من شيط. هدخل مسلا على الشيط الاول. وضيف البيانات اللي موجودة فيه. ودوس كومة. وادخل على الشيط التاني. وضيف البيانات اللي موجودة فيه. ودوس كومة. وادخل على الشيط التالت. واضيف البيانات اللي فيه لاخر جدول مسلا هدخل اضيف البيانات اللي موجودة فيه. وندوس على انتر. هلاحظ ان البيانات هنا متضافة. لكن في حالة ان انا عندي جداول كتير. مسلا ميت جدول في شيت مسلا واحد ومحتاج ميت جدول في اكتر من ميت شيت هنا موجودين. هل هدخل هعملهم بنفس الطريقة? لأ عندي طريقة سهلة جدا. هنقدر نعملها اسمها سري دي ريفرانس. او الطريقة سري دي. هكتب يساوي واكتب بي اس. هنحزف الدلة. واكتب يساوي. واكتب بي اس. وادوس على كومة. وادخل على اول شيت. وادوس على شفت. واختار اخر شيت. وبعد كده احدد المنطقة اللي انا محتاج اضيف لها البيانات. واقفل وادوس على انتر. هنلاحظ ان كل الجداول اللي متضافة في الملفات المختلفة. وممكن تضيفها من اكتر من شيت لو انت عندك ملف خارجي او مصدر خارجي بيسحب مسلا بيانات من الانترنت او بيسحب بيانات من اكسز او بيسحب بيانات من اي مكان تاني تقدر تضيفها بنفس الطريقة. سواء الطريقة المنفردة اللي انت بتسحب منها البيانات من شيت مختلف او من ملفات مختلفة او لو انت عندك البيانات موجودة في جداول مختلفة. طيب الطريقة التانية لاضافة العنوين وهي في حالة ان انا بضيف البيانات من اكتر من شيء اول حاجة هندخل على المعادلة اللي احنا عملناها وهي هتلاقيها موجودة في اول صف وهنضيف كوسين بس كوسين مختلفين اللي هي الاكواسل بشكل مختلف هتلاقيها بالكيبورد عندك حرف الديل والجيم علامة الاكبر من واصغر من اللي موجودة على الكيبورد هنضيفها وهندخل بداخل البيانات اللي موجودة هنا وهنضيف وعلامة كومة تاني وعلامة كومة تالت وعلامة كومة ودبل كوتيشن. انا ضفت اربعة لان انا عندي اربع اعمدة محتاج اربع عنوين. وبعد كده هنضيف علامة كومة وهندخل داخل كل هنكتب مثلا العنوان اللي احنا محتاجينه. وليكن اول حاجة الموظف. تاني حاجة المرتب. تالت حاجة البونس مسلا. رابع حاجة الاجمالي. وندوس على انتر. هنلاحظ ان العنوان هنا مضاف. وباقي الجداول بدون عنوين. وممكن نطبق نفس الطريقة في اضافة العنوين ان انت وانت بتختار اول جدول. بتختار العنوان فيه وباقي الجداول بدون عنوان. لكن في حالة ان انت بتختار اكتر من جملة واحدة او الطريقة اللي قلنا عليها هتكون مضطرة ان انت تضيف العنوان بنفس الطريقة. هتضيفهم بين بالطريقة دي. وبالطريقة دي هتقدر تضيف العنوان يكون ثابت معاك. وتقدر تضيف كل الجداول اللي انت محتاج تضيفها بالطريقة دي. الطريقة دي سهلة جدا في تجميع البيانات من اكتر من جدول. احنا كده عارفنا ازاي نستخدم الدلة. يلا بينا نعرف ازاي نستخدم الدلة وكمان هنعرف نستخدم مجموعة خواص مهمة جدا هتقدر تفيدك في استخدام الدلتين. اول حاجة ازاي تعمل داخل البيانات او ترتب البيانات بطريقة مناسبة ليك. تاني حاجة ازاي تقدر تتجنب لو في او في خطأ داخل البيانات. يعني هفترض مسلا لو انا عندي بكتب الدلة بيستاج دلوقتي. وعندي مسلا جدول من البيانات اللي موجودة هنا ناقص جزء معين من البيانات. يعني مسلا عندي البيانات اللي موجودة هنا وهدوس على انتر. هنلاحظ ان هو هنا في الجدول بيجيب لي ارور في منطقة معينة او خطأ في منطقة معينة ان في بيانات هنا ناقصة. هي طبعا هي المفروض تكون البيانات كاملة بس هنفترض ان في خطأ ما موجود معنا. هنتجنب الخطأ ده ازاي? وازاي نقدر نزبط البيانات اللي موجودة معنا. اول حاجة هندوس اساوي. هنكتب الدلة بالطريقة الطبيعية. نختار الجدول. وبعد كده هندوس كومة وهنختار الجدول التاني بدون عنوان. ونقفل القوس. قبل الخلية هنعمل حاجة. او قبل المعادلة هنعمل حاجة. هنكتب اف ان ايه. في حالة ان وجود خطأ من نوع ان ايه? هنختار ايه? هو هنا دخل كل البيانات موجودة داخل كوس. هندوس على علامة الكومة. وندوس ونقفل الكوس وندوس على انتر. احنا هنا في حالة ان وجود خطأ ايه? البيانات هتحولها بشكل اوتوماتيك لخلايا فاضية. احنا كده عارفنا ازاي ان تفادى الخطأ اللي هو ايه? احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الشرح يكون مفيد. ما تنساش تشترك في القناة. ولو فيديو عجبك دوس لايك. وفعل الجرس على كل الاشارات علشان توصلك البيانات الجديدة وقت تحمله على طول ان شاء الله.